السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم احمد جمال ادمن جروب اخصائي التمريد. الفيديو ده خاص بزمائلنا اللي كان لهم امتحان البرومتريك السعودي او امتحان هيئة التخصوات السعودية اه الخاص بالتمريد في شهر مارس عشرين وعشرين واللي امتحان اتلغى او كانسلوا الامتحان بسبب ظروف الكورونا وفلوسهم لسه ما راجعتش. احنا دلوقتي الغرض من الفيديو عايزين نبعت ايميل او ازاي نتواصل مع هيئة البرومتريك رسمي ان هما يحددو لنا معاد جديد في شهر ابريل وخاصة ان في امتحانات فتحة الشهر ده يحددو لنا معاد امتحان جديد هفتح صفحة جوجل وبعد كده هكتب برومتريك دوت كوم هيفتح للموقع بعد كده هضغط على القائمة اللي هي فوق باللون البرتقاني وبعد كده هنزل على بعد ما فتحت هنا بقول ايام اي انا هسيبها زي ما هي اللي هي لو انت محتاج فلوسك هتختار لو انت عايز الفلوس ترجع تاني لو اه لو عايز تحدد امتحان جديد هنعمل اللي هو اه اه بعد كده بعد ما فتحت معاك اه بعد ما اخترت كوم بلين هتكتب اللي هو اه الاسم الاول اللي انت حاجز به اللي هو الفيرست احنا نمشي المبدأ اللي هو الفيرست واللاست زي نظام الحاجز بتاعنا بالزبط اه مسلا لو اه حد مسلا حاجز باسم احمد مسلا احمد اهو واللاست مسلا نقول مسلا اه 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 عالي اسم اللي هو الفامليني والفون نمبر كونتر كود اختار ايجيبت وبعد كده هكتب الرقم بتاعي من غير اللي هو الزيرو الاولاني يعني مسلا لو رقم مسلا زيرو عشرة هكتب عشرة على طول مسلا واكمل الرقم بتاعي تمام وفيه اللي هو الخانة اللي تحتها اختار برضو مسلا ايجيبت فطبعا هنا الرقم انفالد لان انا مش كابه صح بس انت هتكتب رقم اتصح والترنيت اه فون نمبر هتختار مسلا لو رقم تاني ايجيبت اللي هو رقم بديل يعني وبعد كده هتكتب الرقم البديل تمام بعد كده ايميل ادرس هتكتب مسلا الايميل بتاعي هتكتب الايميل مسلا بتاعك اللي هو كذا 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 ات مسلا اه جيميل دوت كوم وده كونفيرم الايميل هتاخده كوبي كونفيرميشن الايميل كوبي مكان الاختبار بتاعك لو انت مسلا في اه افراقيا او اللي هو دول الشرق الاوسط اللي هو افراقيا مسلا او اوروبا هتختار اللي هو اللي تحت دي اللي هي التانية تمام ده لو انت اطمس هتختار بتنزل لحرف الاس اللي هو سودي سودي اللي هو الرقم بتاعك اللي كان جاي في ورقة الحجز اللي هو الرقم ده اللي انا معلمين عليه ايه بالمنافسي جدا تمام بتاخد الرقم بس هتكتبه هنا بيبدأ مسلا والنفرت بتمانية تمانية سبعة ست سفار وبعد كده لايه الارقام العادية بتاعتك المسج اللي انت هتكتبها هتكتب مسلا دير اسفر مسلا وواقين دليس هتكتبعم أتكتب مع الأمل اتكتب من اناه ابونTمنت ابوينتمنت date for the prometric exam of study review for nurses due to تمام وتحتها تكتب اللي هو الادرس تكتب بقى تاريخ الامتحان اللي هم كانسلوا اللي كانسلوا فيه الامتحان بتاعك القديم مسلا لو انت عشرين مارس هتكتب عشرين مارس عشرين عشرين والادرس اللي هو عنوان مسلا لو قلنا لو انت هتنتحن في الامتحان هتكتب كايرو تمام ولو لهم تليفون هتكتب التليفون مسلا اللي هو زير واثنين كذا 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 تمام وتحت كده مسلا اسمك اللي انت كتبت فوقه واللاست تمام ورقم التليفون بتاعك رقم التليفون بتاعك تمام هتحط هنا هتعمل وتشوز فايل وهيفتح لك الملف بتاعك هتختار الملف اللي انت حجزت او الايميل اللي تبعت لك بالحجز الادرس بتاعك او المكتب اللي انت حجز معاه بعت لك ملف اللي هو بتاع الحجز اللي هو صورته دي اللي هو ده اللي هو صورته زي دي كده تمام بتحطه في تشوز فايل وبعد كده تضغط على وي سند وبعد كده تضغط على وشكرا